اشتركوا في القناة وعصابة عدد من المدنيين بينهم حالات حرجة فضلا عن اضرار مدنية مادية جسيمة لحقت بمنازل وممتلكات المواطنين جراء هذا القصف قال المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلام انهم يحاولون في حوارات جينيف تحويل الهدن الى وقف دائم لاطلاق النار واضح المبعوث الاممي في مؤتمر صحفي منذ قليل في مدينة جينيف السويسرية انه جرت تفاهم على عدد من النقاط بين الاطراف العسكرية في حوارات 5 زي 5 مؤكدا تحقيق تقدم في مجالات عدة بشأن النزاع في ليبيا حسب قوله وعبر السلام عن امليه بمشاركة الاطراف الليبية المدعوة في المسار السياسي نهاية الشهر فبراير الجاري واضح ان اجتماعا يخص المسار السياسي والمالي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة في التاسع من فبراير الجاري قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي ان الامارات سيطالها القانون الدولي لما سببته من دمار لليبيا وقتل للمدنيين الابرياء مشددا على رغبة حكومة الوفاق في حل الازمة سياسيا لاعسكريا حفاظا على الارواح القبلاوي في تصريحات صحفية الخميس اشار الى ان مجرم الحرب حفتر برفضه المسار السلمي لم يجعل امام الحكومة خيارات بديلة غير المواجهة وضح القبلاوي ان حكومة الوفاق استعدت وهي على علم بان حفتر ليس شريكا سياسيا ولن يكون لرفضه التوقيع على اتفاق الهدنة في موسكو ومخرجات مؤتمر برلين ومسار جينيف جددت لجنة الحوار المنتخبة من المجلس الاعلى للدولة تأكيدها على ضوابط انخراطها في اي حوار سياسي والتي تضمنها البيان المشترك بين المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب المجلس الاعلى للدولة عبر صفحته ذكر ان لجنة الحوار في اجتماعها الثاني امس الاربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلوس اكد على ضرورة توضيح مخرجات المسار العسكري والاقتصادي كمحددات اساسية وهما يترتب عليها انطلاق المسار السياسي من عدمه دعا احرار وحرائر ميدان الشهداء كافة الليبيين للخروج في مظاهرات حاشدة غدا الجمعة عقب صلاة العصر بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلوس استنكارا للعدوان على العاصمة ودعما لقوات الجيش وعملية بركان الغضب كما دعا احرار الميدان المواطنين الى التظاهر بميدان الحرية بمدينة مصراتة وميدين الثورة بالزاوية والخمس والزيت دعما لمدنية الدولة وتنديدا بعدوان حفتر المستمر على العاصمة وقصفه للأحياء السكانية وقتل الأطفال انتهى الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة